عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة ملفات العمل بوزارة النقل وخلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء أعمال تطوير البنية الأساسية للخط الأول لمتر أنفاق القاهرة وإنشاء المجمع الصناعي لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق وتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها كما تابع مدبولي خلال اللقاء بدء التشغيل التجريبي لمشروع المونوريل شرق النيل بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطات جذء ثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفاق المقررة لها غداً بإجمالي خمس محطات جديدة لخدمة المواطنين وكذلك التشغيل التجريبي لعشرة سيارات تاكسي كهربائية داخل العاصمة الإدارية اعتباراً من الغد ترجمة نانسي قنقر